اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مواقف من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يخبر عن أمر عظيم كيف أن الله تبارك وتعالى كيف أن الله تبارك وتعالى غرس الرحمة في قلوب البشر وكيف أن الله تبارك وتعالى جعل لمن يرحم البشر ولمن يرحم البهائم كيف أن الله تبارك وتعالى يعطيه الأجر الكبير العظيم وربما غفر الله له ذنبه بسبب عمل واحد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل وهذه المرأة كانت تجاهر بالمعاصي والذنوب كانت تجاهر بالفاحشة كانت هذا الذنب كالوظيفة لها وفي يوم من الأيام أصابها العطش فنزلت إلى بئر ثم شربت من هذا البئر وخرجت فوجدت كلبا وهذا الكلب ليست مسؤولة عنه ليست هي مسؤولة عنه كلب يمر في هذه المناء في هذه الشوارع ويمر في هذه الصحاري ويمر في هذه الأزقة ويمر في هذه الأماكن فوجدت الكلب يأكل الثرى من شدة العطش والثرى هو التراب عندما يكون عليه شيء من الندى من الماء ندى الماء رائحة الماء فيه وهذا من شدة العطش الذي أصاب هذا الكلب أجلكم الله فقالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش فنزلت إلى البئر مرة ثانية وأخذت خفها موقها يعني كل جوتي يكون من الجلد فنزلت إلى البئر ووضعت الماء في هذا في هذا الخف ثم سقت الكلب كثير من الناس يظن أن هذا الأمر هين وأن هذا الأمر سهل وأن هذا الأمر بسيط لكن انظر إلى النتيجة وانظر إلى الأجر الذي جاء من الله تبارك وتعالى فلما أعطت الكلب من الماء الذي وضعته في موقها شكر الله لها فغفر الله لها الله تبارك وتعالى غفر لهذه المرأة التي كانت تعمل كبائر وكانت تجاهر بالكبائر والمعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافة إلا المجاهرين كل أمة معافة إلا الذي يجاهر في المعصية فالذي يجاهر في المعصية ويفتخر في المعصية ويخبر بخطيئته ويظهر خطيئته أمام الملأ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس ممن يعافى من هذه المعاصي والذنوب فهذه المرأة كانت تجاهر ولكنها وجدت كلباً يأكل الثرى من شدة العطش فنزعت موقها ونزلت إلى البيع وأعطته هذا الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها كم من الأعمال الكثيرة التي نضيعها وفيها من الأجور العظيمة من ربنا تبارك وتعالى فاصل ونواصل بإذن الله جل في ورحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم مباته لا شك ولا ريب أن فعل هذه المرأة هو فعل عظيم وفعل يحبه الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يرحم الراحم الراحمون يرحمهم الرحمن وانظر إلى هذا الموقف الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم وفيه يتبين من هذا الموقف مدى الرحمة التي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام حائط من بساتين الأنصار والحائط هو مزرعة بستان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان من بساتين الأنصار فوجد جملا وهذا الجمل ضعيف هزيل فحن هذا الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه يبكي هذا الجمل ويظن بعض الناس أن هذه البهائم لا إحساسها عندها هذه البهائم تحب وتكره وتتألم وعندها من الأحاسيس الكثيرة لكن لا تستطيع أن تظهر هذه الأحاسيس بكلام فهي لا تتكلم ولكن يتبين ذلك من خلال حالها ومن الأمور التي تعترض لهذه الدابة فجاءت هذه الناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناها تذرفان فقال عليه الصلاة والسلام لما قدم عليها واخذ يمسح على ظهرها عليه الصلاة والسلام يمسح على هذا الجمل فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال أنا يا رسول الله أنا صاحب الجمل اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الجمل يخبرني أنك تتعبه وأنك تجيعه تجيع هذا الجمل وتتعب هذا الجمل وتكلف الجمل ما لا طاقة له به ثم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها هذه البهيمة بعض الناس هداهم الله ربما يجيع بهيمته وربما يضرب هذه البهيمة وربما يعذبها أحيانا ربما يكون بغير قصد إذا كان ذبح البهيمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا أمور وآداء في ذبح البهيمة عندما تريد أن تذبح شاتاً كي تأكل هذه الشات فقال عليه الصلاة والسلام ليحد أحدكم شفرته السكين عندما تريد أن تذبح هذه البهيمة لابد من أن تحد هذه البهيمة حتى لا تتعذب وحتى لا تجمع عليها يعني موتتين في آن واحد فإن لم تكن هذه حادة فإنها تتألم ويطول معك ذبح هذه البهيمة ليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته حتى هذه الشات لا تذبح هذه الشات أمام مثيلاتها التي تريد أن تذبحها حتى لا تتألم ولا تخاف ولا تصاب بالهلع والذعر كل هذا من الرحمة التي أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب البشر وجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب البهائم كم اليوم من الناس من يؤذي هذه البهائم بأشكال وألوان من الأذى وربما جاء على هذا الإنسان الذنب العظيم دون أن يشعر ودون أن يعلم أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة